نروح للأباول مفتوحة عنده هانش ولا أباول مقفولة دلوقتي نروح للأباول مفتوحة عنده هانش هل الأهلي فعلا في المفاوضات مع أحمد فتوح هل النادي الأهلي زي ما تقال حصل على توقيع بينه وبين فتوح توقيع مبدئي هل الأهلي أصلا مهتم من فتوح ولا كل ده كلام إعلام فقط طيب أقولك المفاجأ فتوح في جلسة مع الكابتن سار عبد الحفيز وديروا القرى السابق بالنادي الأهلي وقع على ثلاث نسخ من العق وقال لهم العقد الرابع أوقع عليه في يناير عشان يكون بشكل قانوني ده الكلام اللي حصل طوال الفترة اللي فاتي وكل اللي بيحصل دلوقتي مع فتوح هو تسويف زي ما حصل مع أمام عشور عشان في الآخر ما يتصدرش فتوح لجمهور النادي الزمالك انه هو عايز روح النادي الأهلي لأ واحدة واحدة يعني دلوقتي على حسب كلامك كل اللي بيعمله فتوح اللي قاله عم ده كله في الآخر فتوح مش هيجد تعجيز تعجيز لو وفقوا على الشروط ده هيجد والأرقام دي مش هيخدها في الآهلي الأرقام الكبيرة دي مش هيخدها في الآهلي ده راجة ان فتوح خلال الأيام اللي فاتت حصل مكالمة بينه وبين أحد المسئولين داخل النادي الأهلي واللي بيحصل ده مش كويس احنا كنا مش عايزين فكرة ان انت تكون مستغل لإسم النادي الأهلي عشان تحقق مكاسب مع نادي الزمالك انت عايز تكمل الدين معنا عايز تكمل مش عايز تكمل قلنا عشان نبدأ نشوف مفاوضات جديدة او نقدر نشوف زهير ايصر اخر قال لهم انا لسه مقدرش ارد على نادي الزمالك لان انا مرتبط بتعاقد كل الامور متاحة حتى يناير المقبل ده نص المكالمة ما بين احمد فتوح واحد المسئولين فتوح وقع الفترة اللي فاتت تلات نسخ زي ما بوله حضرتك والنسخة الرابعة قال لهم في شهر يناير علشان خاطر ما وقعش اصلا في الوقت الغير قانوني كمان فتوح معا عقد من السعودية احتمال يكون بعد يناير يطلع في اي مكان سواء في السعودية او احتراف اوروبي لان كمان فتوح وكذا لاعب دولي في منتخبنا الوطني فيتوريا كان بيتكلم معاهم الفترات اللي فاتت على اهمية احترافهم خارج الدور المصر انهم امكانياتهم كبيرة جدا ولازم يطلعوا يشوفوا فرصة الاحتراف وان الاعدة في الاهل والزمالك ربما يحصلوا على فلوس كبيرة جدا من الاهل ومن الزمالك لكن مش هيحققوا تاريخ في الكرة مضرب مسأل بمحمد صلى الله السؤال الان واسأل العمر برضو فتوح هيكمل مع الزمالك فتوح هيحترف برة فتوح هيروح النادي الاهل كل الاحتمالات مفتوحة فتوح نفسه مش حاسم قراره انا من نسبالي الاجابة بسيطة اذا توفرت الامور المالية في الزمالك ناخد بالك برضو الزمالك مش هيسيب دراعه ويتلوي يعني الزمالك عنده البدائل اللي جاهزة وممكن يتحرك فيها وينجلها بعد شوية بس حط في اعتبارك حاجة عاملة مهمة جدا انا بحاول احط نفسي مكان مرشحين في انتقبات نادي الزمالك او الناس اللي هتكسب قدرة نادي الزمالك بسم الله الرحمن الرحيم اول علاقة مع جميع النادي الزمالك والله في تحركات حصل لتجاري ما احامش معك واحد واحد بس عشان بس انا بحاول اعيش الوضع لو انا اقدارت نادي الزمالك جاية جديدة واول حاجة تحصل عندي ان فتوح يروح للنادي الاهلي تمام اكيد العلاقة بين الادارة وجميع النادي الزمالك هيبقى فيها حاجة اكيد انا متفاهم فكرة انه لازمالك يتلوي دراع او الاهلي تلوي دراع 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 مفروض يعني دي قاعدة بس بما انها في لعبة انتخابات ومجالس ادارة جديدة ممكن فتوح ياخد اكبر استفادة ممكنة لا وده اللي تقلو على فكرة في المجالمة اللي حصلت معاه انت عايز الزمالك ولا مش عايز لما مش هتيجي تقف في الجلسة اللي هي جاية على 4 مليون و5 مليون هتقف عند 4 مليون و5 مليون و6 مليون مش تخطم دلوقتي وهيتأجلوا المرحلة بعد كده يعني مثلا الزمالك يتدي له ايه 15 مليون تعالى جدد 3 سنين 15 مليون من عقدة 3 سنين وهنعمل العقد 1 2 3 4 او 16 مليون او 17 مليون انت الرقم ده رقم مهول ان انت الجدد هتيجي تقف تقول لي لا اصلا عايز ده بالزبط يبقى انت كده عندك مشكلة انك تكمل في الزمالك هنقفل الملف على كده وهنعلن ان اللي حصل 1 2 3 4